سبب وفاة الشيخ أحمد القطان في الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء أعلنت وسائل إعلام كويتية رسمية اليوم وفاة الشيخ أحمد القطان في الكويت اليوم الاثنين سلاسة وعشرون مايو عشرين اتنين وعشرين والذي يعتبر من أبرز المشايخ والدعاء في البلاد حيث نعاية عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية ورجال الدين في مختلف الدول العربية والإسلامية سبب وفاة الشيخ أحمد القطان في الكويت وبحسب بعض الوسائل الإعلام الكويتية وكذلك نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فإن سبب وفاة الشيخ أحمد القطان تعرضه لوعق الصحية ألمت به خلال الأيام الماضية حيث دخل إلى قسم العناية المركزة في إحدى مستشفيات العاصمة الكويت قبل عدة أيام إلى أنه تم الإعلان اليوم عن وفاة خلال الساعات القليلة الماضية إن لله وإن إليه الراجعون سائلين المولى عز وجل لله الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان وفاة خطيب منبر الدفاع عن الأقصى إن لله وإن إليه الراجعون الشيخ أحمد القطان في زمة الله أعزاء المتابعين كده وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة